هي منتشرة لكنها نادرة الاكتشاف لأسباب معينة خوف الطالبة أو خوف الضحية من العشيرة خوف الضحية من نظرة المجتمع خوف الضحية من أن لا تنصف وخوفها أيضاً من المسؤول الذي ربما لا تمتلك المستمسكات أو الأدلة ضده ما دور قانون الجامعة بهذا الصدد؟ هل يوفر برأيك الحماية الكافية للطالبات؟ يعني حضرتك حطيتي أصبعت على الجرح المجتمع وخصوصاً مجتمع البصرة مجتمع محافظ ومجتمع ذو قيم عشائرية رصينة وكذلك في بقية المحافظات بالعموم المجتمع العراقي يتمتع بمفاهيم اجتماعية رصينة ومفاهيم دينية لكن استشراء هذه الظواهر لابد من الإشارة إلى أن هناك خلل كبير في سلوكيات المجتمع بالعموم نحن نعاني من اختراق للثقافات بشكل عام هناك اختراق للثقافات العراقية هناك اختراق أيضاً لطريقة النشأة المجتمع العراقي قد يعاني نتيجة طبعاً المتغيرات السياسية التي لابد من الإشارة لها التي ألقت بظلالها بالإكراه على طريقة نشأة الفرد العراقي والمجتمع العراقي لكن بالعودة إلى هذه الحادثة بطبيعة الحادث سيدتي الفاضلة هناك استغلال من قبل ضعاف النفوس وإن كانوا يمتلكون شهادات عليا وإن كانوا يعتلون المناصب المهمة في إدارة المؤسسات سواء في هذه المؤسسة أو في مؤسسات أخرى استغلال النفوذ واستغلال السلطة واستغلال باعتقادي أن هذه الحالة كانت قد حدثت مثلاً بدون توثيق في مواقع أخرى ربما في المدارس التي شغلها مسبقاً في المناحي الدراسية الأخرى لكن لم توثق طبعاً بطبيعة الحال نتيجة المخاوف نتيجة التردد نتيجة حتى المجتمع حتى هذه الحادثة لها خصوصية كبيرة جداً أولاً لسمعة الطالبات ولسمعة الصرح التعليمي المميز وخصوصاً جامعة البصرة إضافة إلى طبيعة المجتمع ومجتمع البصرة ومجتمع محافظ ومجتمعية تمتع بالقيم العشائرية المهمة فبالتالي هذا ما قد كما تفضلتي هو يشكل على الاعتراف أو إدانة هذا الشخص أو غيره بسلوكيات قد تبدو ومؤشرات هناك لكل متحرش مؤشرات لكن السلطة والنفوذ والتزكية الحزبية التي يتمتع بها هؤلاء هو ما يمنع تمنح الغطاء الكافي أحياناً وإنما من قبل حتى الكوادر التي تحيط بها ترجمة نانسي قنقر